إشان الأمني الآن وفي طارح الذكرى العاشرة لأحداث تيغن تورين وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني أشرف السيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي رفقة وزير الطاقة والمناجم سيد محمد عرقاب بإنما مناس على مرصيم إحياء هذه المناسبة وذلك بحضور قائد الناحية العسكرية الرابعة الوياء وعمداء من أركاني الجيش الوطني الشعبي الرئيس المدير العام لسناتراك توفيق حكار إلى جانب عدد من صفرائي وملحقية الدفاع المعتمدين بالجزائر وكذا السلطات المحلية المدنية والعسكرية استهلت المرسيم على مستوى المركب الغازي لتيغن تورين حيث تم رفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني ليقوم عقب ذلك الفريق أول رفقة وزير الطاقة والمناجم بوضع كليل من الظهور أمام النصب التذكاري المخلد لأحداث تيغن تورين قبل أن يقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاعتداء الإجرام الذي استهدف هذا الموقع الغازي الهام